مرحبا أهلا وسهلا فيكم بحصتنا الجديدة من برنامج مدرستي هايدي حصة الرياضيات أنا شمس بعلمكن هايدي المادة وعم نتعلم اشياء كتير حلوة ومهمة دايما ننتبهولا وسجلوها عندكن لحتى تقدروا تكتبوها بتذكركم تجهزوا دفتركن والقلم وتكونوا مستعدين لحتى تشوفوا شو رح نتعلم اشياء بحصتنا لليوم بالبداية قبل ما نبدأ بدارسنا خلينا نستمع سوى لأغنية حلوة كتير ومن بعدها بوعدكن انه منبشر بحصتنا جدي لديه مزرعة فيها هو يعمل ولديه حيوانات يعودها كل يوم واحد حمار ينهق اثنان بطاتان ثلاثة خراف ترعب ماء 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 أربع أرانك تقفز خمسة جداء تجري ستة كلاب تنبح هب 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 سبعة دجاجات فمية توزت وتسعة هم السلسان تويت 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 والعشرة هم عصافير يطيرون في الأجوار ودوما يزقزقون سويو 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 رائع سبيت ت PAC رجالي لديه أحد جديد يعمل ونفعهم ينفعنا نعلمه سأقوم بيه لنفعه سبعة كتير سبعة جدات سبعة جده سبعة جدية موسيقى موسيقى وهلأ مثل ما وعدكم رح نبدأ بحستنا لليوم اليوم رح نكمل شي بلشنا نتعلمه تتذكروا حكينا عن counting by two تذكروا صارنا نقول رقم بقلبنا ورقم على صوت عالي رح اكتبه على اللوح counting by two وسميناها كمانا skip counting يعني لما نمر أرقام بلا ما نقولون لما نقفيون skip when we skip numbers منسميها skip counting وكنا منسميها counting by two لأنه دايما نحن عم نط على الرقم التاني دايما منقول واحد بقلبنا واحد على صوت عالي تتذكرون هلأ two, four, six, eight, ten, twelve, fourteen, sixteen, eighteen, twenty شفتو انتو كمان أكيد حفزتوهم وتدربتو عليهم اليوم رح نكمل ورح نتعلم نفس تقريبا نفس الشي counting by بس نشتو by five by five counting by five يعني هالمرة رح نقول الأربع أرقام بقلبنا والخامس عصوت عالي يعني one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten عصوت عالي eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, fifteen sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty شفتو يعني كل مرة we are skipping five numbers we skip four ومنقول الففث على صوت عالي خلينا نشوف بعض الأمثيل بما أنه نحن عنا خمس أصابيع one, two, three, four, five رح أرسم إيدي على اللوح أنتو فيكن ترسموا إيدكن بالألم على الورقة رح أرسمها أكتر من مرة أنتو كمان فيكن ترسمون كل مرة بلون مختلف على ورقة جديدة تعرفوا ليش عم عيدة كتير؟ لأنه بدنا نتعلم نعد تم بذلك ترسم فيكن 검 جديدة معنى كوانتج أصاب كونتج أصاب متنسوا اسمه كونتج أصاب كونتج أصاب وآخر واحدة رح أرسمه هون من لون الأخضر من سمية tracing my hand I am tracing my hand أوكي أنا أجمالاً بحب أعمل هيك يعني everything is okay أنا بستعمل هيدا لأصبع لأعمل very good excellent يعني كل شي منيح تحت أستعمل هيدا لأصبع بعمل skipping للأربعة اللي قبل وبرجع بستعمل هيدا لأصبع إذا كنا كتير أشخاص واقفين شوفوا شو منعمل من عد أصبعنا منقول one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen twenty twenty one twenty two twenty three twenty four twenty five twenty six twenty seven twenty eight twenty nine thirty في أنا أكمل بعض قد ما بدي ضلني أعمل counting by five لاحظتوا أنه دايما الأرقام أو بينتهوا بfive أو بينتهوا بزيرو five zero five zero thirty five forty forty five fifty 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 five sixty هلأ بعد شوية رح نشوفه نسوى على لتشارت فإذن counting by five يعني نحنا منقول أربع أرقام بقلبنا والخامس على صوت عالي منقول أربع أرقام يعني هوني six seven eight nine هو اللي أربع أرقام بقلبنا ten على صوت عالي كمان eleven twelve thirteen fourteen fifteen على صوت عالي sixteen seventeen eighteen nineteen twenty على صوت عالي إذا حدا قال لي هلأ count by five مش ضروري دايما نقل له لحظة لحظة one two three four five six seven مش ضروري حد بصير أنا بحفظهم بسرعة وبتدرب عليهم بقول five ten fifteen twenty 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 five thirty thirty five forty forty five من دون ما أطلع على اللوح من دون ما عد ومن دون ما أحسب حفظون حفظون وأكيد أنتو بتكون تتمرنوا ميح عليهم حتى تصيروا تحفظون فإذا counting by five تشبه ال counting by two بس ما منعد بس رقمين منعد خمس أرقام منقول الخامس على صوت عالي كيف كنا نقول التاني على صوت عالي والبقين بقلبنا هوني الخامس منقوله على صوت عالي خليني فرجيكم ال counting by five على التشارت تتذكروا في تشارت استعملني منسميه 100 تشارت 100 تشارت ليش؟ لأنه فيه هو جدول فيه الأرقام كلهم من واحد لمية من واحد لمية من ون لون هندرد هيدا التشارت الجدول راح حطوا هون على اللوح وراح فرجيكم سوا كيف ممكن نعمل counting by five راح استعمل كمان لونين فإذا قلنا أنه we skip four numbers منقول الففت عصوت عالي 1-2-3-4-5 والعصوت عالي 6-7-8-9-10 والعصوت عالي 11-12-13-14-15 والعصوت عالي 16-17-18-19-20 والعصوت عالي نفس الشيء كل مرة بشخط أربع أرقام والخامس بقوله عصوت عالي أربع أرقام والخامس عصوت عالي وهيك بكون عم بعمل counting شوفوا كيف 5-10-15-20-25-30 بتكملوا معي بلا ما نحط الوين عليون شوفوا كيف 30-35-40-45-50-55 سهلة ما هيك؟ أنتو كمان فيكن تكتبوا كل الأرقام وتعملوا نفس الطريقة لحتى تحفظون وتتعودوا أنه to count by five تفقنا؟ خليكن هلأ مستعدين معنا لحتى نتابع فقراتنا لليوم مع نفس الدرس موسيقى وهلأ رح نتابع ما فقرة جديدة انتبهوا منيح على اللوح رح يكون عنا تمرين رح اكتبه وفسر لكم السؤال ونحله مع بعض موسيقى 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 أرقام موسيقى موسيقى في أرقام ناقصة بنا نعبيون بنا نعمل موسيقى موسيقى في عنا أرقام مكتوبة على اللوح متل ما عم نشوف وكمان في أرقام ناقصة في عنا هون نقاط بدنا نحط عليهم الأرقام الصحيحة بس عم بيقولولنا using a hundred chart يعني بدنا نستخدم الجدول منسميه hundred chart لأنه مكتوب عليه الأرقام من واحد لمية عم بيقولولنا يعني خلي هيدا الجدول يساعدنا نطلع عليه ونستعين فيه تحتا نقدر نحل هيدا السؤال ونكتب الأرقام يلي هي ناقصة خلينا نبدأ سوا عنا number five بدنا نعمل counting by five إذا هي number five بد أعمل أنا أربعة بقلبي والخامس على صوت عالي five six seven eight nine يعني ten أوكي خلينا نطلع هون five ten يكون الجواب هون ten five ten fifteen شو الجواب؟ طلعوا منيه على التشارت fifteen بقف أربعة بقولهم بقلبي الجواب بيكون twenty مزبوط كمل five ten fifteen twenty برجع أربعة بقولهم بقلبي والخامس على صوت عالي twenty five كمان هون لما نقول twenty five twenty six twenty seven twenty eight twenty nine بقلبي thirty عصوت عالي من بعده طلعوا thirty ننزل نعمل one two three four five هيدا هو الجواب يعني بقد اكتب هون thirty five من بعده one two three four forty شفنا كل مرة we're skipping يعني five منسميها counting by five لأنه كل مرة والأربعة بقلبنا والخامس على صوت عالي فإزا هون forty كمان نفس الطريقة عملنا عدينا يعني five تقلنا forty منكم forty one forty two forty three forty four forty five من بعد الفورتي بنا نكتب forty five من بعده forty six forty seven forty eight forty nine fifty شفتوا كيف هني عم يجوا أصلا هيك تحت بعضهم على ال one hundred chart هيدا الشي بساعدنا فإزا هون لازم اكتب fifty ومكتوب fifty five لأنه إزا نزلنا على ال fifty five رح نلاقي إنه هي كمانا ال counting by five ومن بعد ال fifty five في عنا أنا بعرفون وحافظتهم لأنه مدربة كتير منيح أنتوا صرتوا تعرفون يعني أنتوا فيكم بلا ما تطلعوا هون تقولولي شو فيه fifty five sixty ما زبوط خلينا نشوف fifty five sixty صح رح اكتب هون sixty على اللوح فإزا هيدا الطريقة اللي عمليها استخدمنا ال hundred chart هيدا اللي ساعدنا إنه نعرف شو هن الأجوبة الأرقام اللي كانت نقصة علمنا إنه كل مرة منقول أربعة بقلبنا واحد على صوت عالي على التشارد فينا نشوفهم قدامنا لاحظوا كلنون هالمال بينتهوا ب five five fifteen twenty five thirty five forty five fifty five وهالمال كلنا بينتهوا ب zero وفينا نحفظ إنه في واحد بينتهي ب five واحد ب zero واحد ب five واحد zero واحد five واحد zero واحد five واحد zero هيك بهالطريقة منصير نسهل العملية قدامنا ومنقدر نعرف الأجوبة بشكل أسرع خليكن أصدقائي منتبهين اكتبوا هيدا تمرين عندكن وحضروا حالكن للفقرة اللي جاية اشتركوا في القناة let's count thirty fingers by five five fingers ten fingers fifteen fingers twenty fingers twenty five fingers thirty fingers there are thirty fingers وهلأ وصلنا مع بعض لآخر فقرة بحستنا لليوم مثل ما بتعرفوا هيدا فقرة الأشغال اليدوية يلي فيها بنعمل شي كتير بسيط من الكارتون تحتى نطبق الشي اللي تعلمناه بخلال درسنا اليوم أنا وياكن رح نعمل آآ شي بسيط كتير مثل العادي وهو آآ سياج يلي بحطوه بالجنينة رح أعلمكن كيف رح نعمله وعلى هيدا السياج بدنا نزرع بعض الأزهار حدو يعني هيدا السياج نحنا بحاجة لكارتون أنا اخترت اللون الأخضر بس انتو فيكن تختاروا اللون يلي بدكن يه بحاجة انو نعمل قد ما بدنا نحنا من الكارتون على هيدا الشكل يلي عم نشوفو هون رح فرجيكم كيف أنا عملتون أنا قصيتهم مثل ركتانجلز مستطيل شوي طويل وبعدين من فوق بروسهم بهيدا الطريقة أكيد بدنا ننتبه نحنا وعم نستخدم لمقص لأنه ممكن أنه يأزيلنا ايدنا والورق اللي قصيناها منحطها على جناب وبالاخر منكبها بالزبالة حتى ما نوسخ البيت او المكان اللي نحنا موجودين فيه رح كمان بحاجة لهيك كارتنتين شوي طوال رح حطهم بهيدا الشكل كونو بوج بعضهم وبعدين رح لزق عليهم هولي الكرتين يلي قصيتهم اللي لونهم أخضر انتو بحاجة انو تعملوا نفس الشي كونو عندكن تلزي لحتى تلزقوا عليهم الكرتين وتعملوا هيدا الفنس لسياج يلي بحطوه عادة بالحديقة شوفوا كيف عم بسير لما حطهم حط بعد بكمل رح كمل تاي سير شوي طويل فيكن انتو ورفقاتكن او انتو اخواتكن تتسلوا مع بعض وتعملوا هيدا الشي الحلو فيكن تنقون كمانا من الوان مختلفة مش ضروري بس يكون لون واحد او لون اخضر واذا ما كان عندكن كرتون او ورق ملون فيكن انتو بقلام التلوين تلونوا الورقة الويضة وتعملوا فيها الشكل يلي انتو بتكون يه هلا انا امحط صرت حتى 6 1 2 3 4 5 6 بعد رح كمل تاي سيرو 10 7 7 خطيته هيدا 8 بعدين 9 واخر واحدة بتكون 10 اكيد اذا بقي عند كرتون هيك زايدة شوي هلا فارجيكم كيف رح قصة رح قصة هوني شويل زايدين صار عندي هيدا السياج يلي عادة منحطه بالجنين فيكن انتو تحطوا بغرفتكن ولكن هلا شوفوا شو رح نعمل رح نعمل كاونتينج باي فاي ورح نحط على الرقم الصحيح زهرة لون احمر رح اعمل شكل الزهرة بالاول انتو عملوا الشكل يلي انتو بتحبو لانو بتعرفو فيه ازهار من كل الاشكال انا عملت هيدا الشكل ورح اعمل سكيب كاونتينج ورح عاد لل5 منقول 1 2 3 4 بقلبنا 5 على صوت عالي ورح حط هيدا الزهرة هون على ال5 وبعدينها من بعد ال5 تكمل 6 7 8 9 10 بقول لعصوت عالي وبحط الزهرة على ال10 هون هيك اللي بكون عملت سكيب كاونتينج باي فايف يعني 5 10 هلا ازا كان الفانس كتير اطوال بكمل وبقول 5 10 15 20 بتتذكر شو تعلمنا اليوم بالحصة فازا انتو فيكن تكبرو قد ما بتكن وتعملوا تطبيق للدرس اللي تعلمنا يلي هو كاونتينج باي فايف على الرقم الصحيح بتحطو زهرة بتحطو نحلة بتحطو عصفور غاطت بتحطو يلي انتو بتكن يلي حتى تطبقوا درسنا يلي تعلمنا اصدقائي تعارفوا انت رح نعوز هالاشية اللي عم نتعلمه بكتير اوقات لما نحسب مثلا المصاري ممكن نعوزه نعمل كاونتينج باي فايف لما بدنا نعد غراض ازا عنا كمية كتير كبيرة من الاغراض بنعمل كاونتينج باي فايف ازا شفنا مثلا شي لازم نتعلم كل الطرق كيف نعد لحتى نكون سريعين ونعرف نتعامل بحياتنا اليومية وهلأ اصدقائي صار الوقت حتى ودعكن رح ارجع التقفيكن بحصة جديد انتروني ولكن قبل ما قلكن باي رح نستمع لاغنية حلوة كتير كتير فاتحوا دين عيكم منيح ومن بعدها بقلكن باي بشوفكن بالحصة الي جاية is the image of a tree what is called a pattern repeats itself what is called a pattern repeats itself circle triangle square circle triangle square circle triangle and what goes there The shape of a square What is called a pattern repeats itself What is called a pattern repeats itself 4, 6, 9, 4, 6, 9, 4, 6 And the next on the line Is the number 9 What is called a pattern repeats itself What is called a pattern repeats itself